شكري يبحث مع نظيره التونسي التحرك العربي في مجلس الامن لوقف اطلاق النار بقطاع غزة الجيش الاسرائيلي يعلن تعرض مستودع واقود بميناء ازدود لقصف صاروخي من قطاع غزة والصحة تعلن تسجيل 1197 حالة ايجابية جديدة بفيروس كورونا و56 حالة وفاة الخامسة صباحا الثلاثة بتوقيت جرانيتش موجز اخباري جديد يأتيكم من القاهرة اهلا بكم تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من نظيره التونسي عثمان الجريندي بحث خلاله جهود انهاء الهجوم الاسرائيلي والمواجهة في الاراضي الفلسطينية اشهد شكري خلال الاتصال بجهود تونس في اطار مجلس الامن والدورة الذي تقوم به للتعبير عن الموقف العربي ضمن الموقف الذي اعتمده مجلس الجامعة العربية الثلاثاء الماضي واوضحت وزارة الخارجية في بيان لها ان الوزيرين نصق فيما يخص الاستعداد لجلسة مجلس الامن المقرر عقدها غدا الاحد لبحث المخارج الممكنة من حالة التأزم الحالية عبر وقف لاطلاق النار لحقن دماء الضحايا الذين يفقدون اروحهم نتيجة العمليات العسكرية والهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيا الامم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس واكد اشتيا انه سيتم رفع جرائم الاحتلال الى المحكمة الجنائية الدولية مؤكدا حق الشعب الفلسطيني في النضال للدفاع عن ارضه ومقدساته الاسلامية والمسيحية داعيا اللجنة الربعية الدولية الى فتح مسار سياسي يتسم بالجدية لانهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس اعلن الجيش الاسرائيلي تعرض مستودع وقود بمعيناء ازدود لقصف ساروخي من قطاع غزة اوضح ان القصف الساروخي تسبب في حارق هائل بالمستودع دون الاشارة الى وقوع خسائر بشرية دعت وزارة الخارجية الامريكية الى استئناف المفاوضات بين مصر والسودان واثيوبيا بشأن سد النهضة على وجه السرعة اعلنت الخارجية في بيان انها تبحث توفيق بين مخاوف مصر والسودان بشأن الامن المائي مع احتياجات التنمية في اثيوبيا من خلال مفاوضات موجهة نحو النتائج في اطار قيادة الاتحاد الافريقي واضف البيان ان المنطقة تمر بمنعطفات هامة مشيرة الى ان القرارات التي ستتخذ في الاسابيع والاشهر المقبلة سيكون لها تدعيات كبيرة على شعوب المنطقة وكذلك على المصالح الامريكية اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1197 حالة ايجابية جديدة بفيروس كورونا و56 حالة وفاة واشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة الى خروج 556 متعافيا من الفيروس من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع اجمالي المتعافين من الفيروس الى اكثر من 179 الف حالة اعلنت وزارة الصحة بالمكسيك عن تسجيل اكثر من 2800 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا فضلا عن 258 حالة وفاة ارتفعت بذلك حاصلة الاصابات في البلاد الى اكثر من 2377 الف حالة بينما تجاوزت الوفيات 220 الف لمزيدنا من الاخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت كما يمكنكم متابعتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستجرام ويوتيوب كنت معكم انا سارة عبدالله شكرا sentirما اصدقتكم في امان الله اراكم على رأس السعى القادمة اشتركوا في القناة